الاتاوات الحنفية التي تقطر ذهبا في جيوب الحوثين عنوان نشرت تحته الانضبندنت العربية قبل ستة اشهر عن النهب الذي تمارسه الميليشيا الحوثية نهب تكشف تقارير منظمات دولية ومحلية ارقاما مهولة تجعل منه اكبر بكثير من مجرده حنفية فجراد الميليشيا التي اتت على احتياطي البلد وتركت خزائن بنكه شاهدا على اسوأ نكبة مر بها اليمن لم تكتفي بكل ما ناهبته من الاموال العامة وما ابتلعته وتواصل ابتلاعه من مرتبات الموظفين فالتجار والمواطنون باتوا امام سيل من الذرائع التي تنهب بها الاموال وامام مناسبات الحوثية التي لا نهاية لها يبقى مسلسل النهب بلا حلقة اخيرة ويصبح الافلاس لكثيرين اخر المحطات يشير مصرفيون لغيظ ينبئ بفيض الكارثة الذي سيجرف الجميع فضلا عن دفع حصة من الارباح التي تصل احيانا الى ثلاثين في المئة يدفع سبعة عشر بنكا تجاريا في صنعها اربع وعشرين مليار ريال ضريبة ارباح سنويا وفيما اتهمت الحكومة ميليشيا الحوثي في ابريل الماضي بفرض الاقامة الجبرية على ثلاثين شخصية من رجال الاعمال البارزين اكدت مصادر في صنعها ان المليشيا تضع التجار بين خيارين دفع الاتاوات دون تأخير او دخول الحوثيين شركاء معهم بالقوة يفلس التجار وتتأزم حياة المواطنين وتحجز اليمن مقعد الدولة الاشد فقرا في العالم لكن وعلى النقيض من كل هذا الجحيم الذي يصنعه الحوثيون للشعب يتجه مؤشر الغنى الفاحش لقيادات الميليشيا باتجاه مفتوح يبتلع كل شيء بما في ذلك اموال المساعدات والتي تبخر في احدى صفقاتها المشبوهة اكثر من 13 مليون دولار مخصصة لحماية الاطفال يفر التجار من جحيم النهب والاتاوات فتصنع الميليشيا طبقة جديدة من مشرفيها تجارا تمنحهم كل التسهيلات وفيما تم تسجيل اكثر من الفي تاجر جديد في الغرفة التجارية بصنعه وانشاء اكثر من عشرين شركة نفطية افادت معلومات من مصلحة اراضي وعقارة صنعاء ان الميليشيات وزعت من اراضي الدولة في امانة العاصمة حوالي مليوني متر مربع لعناصرها لتلتقي الخيوط كاشفة عن مخطط اخطر من كل ما يبدو من مظاهر الاتاوات والنهب فيه فايران تضع على العاصمة حزاما وتستبدل طبقة باخرى وتضرب من خلال تحركاتها ابعد من مجال الاقتصاد وابعد من حدود اليمن ترجمة نانسي قنقر